اشتركوا في القناة وبعد ما بتاخد وتمشي بالعجلة بتاعتها وهي سعيدة غصب عنها مش بتاخد بالها من عربية قدامها وسواء العربية برضو مش بياخد باله وللأسف بيخبطها وبتقع في الارض وبتنزف دم كتير وهي جنبها الظهور اللي جمعتها وبعدها بفترة بنشوفها وهي في المستشفى ومعها والدتها اللي بتديلها ظهرة من الظهور وبتقول لها ان العامة صاحبة الحديقة لما عرفت بحثتها جبت لها ظهور اكتر ليها ومسامحها في اللي اخدته وبنعرف ان بقالها اكتر من 3 شهور فقدة للوعي وبيجي لها تليفون وبترد عليه وبنشوف حاجة غريبة بتحصل بين الظهرة اللي حطتها ليها وبين روز اللي بتفوق فجأة وعينها بتلمع بشكل مريب وبعدها بفترة بنروح للشاب ده واللي اسمه تير وهو بيتفرج على بعض من الظهور برضو وبنعرف ان مهتم بالظهور وكده وبيدي البعض منه للطفلة روي واللي بتبقى اخته الصغيرة وبياخدها على المتساكل بتاعه علشان يوصلها لحفلة عيد الميلاد وبعدها بنشوف روز وهي في محل الورد اللي شغالة فيه وبتقول للعاملين عندها انهم يهتم وبتشكيل الورد بشكل كويس لان الازهور دي نقية ونظيفة جدا وكمان اصبحت ندرة جدا في الوقت الحالي وبعدها بيجي لها زبونة اسمها بي واللي بتكون عاوزة تشكيلة ورد وهي بتنقيها وساعتها لما روز بتلمس الورد اللي بي اختارته بتشوف ان في حد ساعة تحصل لبيه وبتحاول انها تحذرها ما بتمشيش من الطريق اللي هي هتمشي منه لكن للأسف بالفعل لما بتمشي منه بيجي تيه بالمتساكل بتاعه وفعلا كان هيخبط بيه بس روز بتلحقها وهي اللي بت تكونها تدخبط بس تيه بينقذها وبيقعوا سوا على الارض بالمظهر ده وبيبين ان تيه يعرف روز وبيقول عليها بانها العرافة المخادعة وبيبقى بيشك في قدراتها وانها دايما بتتنبأ بحدوث حاجات لكن هو مش بيقابل للكلام ده وبنعرف انه شخص مشهور وكل البنات بتحبه ولما بيروحوا للمستشفى بيتقابلوا ببعض وبنرجع فلاشباك وبنعرف ان تيه متضايق جدا من روز بسبب انهم كانوا فعلا من فترة كانت روز تنبأت له لما لمست الظهور اللي كان مسكها ان حبيبته هتسيبه وانه هيفضل فترة وحيد على الرغم ان فيه بنات كتير بتتمنى الارتباط بيه وده اللي بيديقه جدا وبيتهم روز بانها نحسته وانه فعلا اصبح وحيد ومفيش عنده حبيبة او حتى صديقة قريبة منه على الرغم بالبنات الكتير اللي معجبين بيه وروز بتعرفه انها فعلا بتقدر تتنبأ بالمستقبل وبتعرف ايه اللي ممكن يحصل وده مش بإرادتها وانها فعلا بتعمل كده غصبة عنها بس برضو تيه مش بيبقى مهتم الكلامها ده وبيتهم بانها عرفة وكمان نصابة وانه كلامها ده مش حقيقي وبيسيبها ويمشي وبعدها لما روز بترجع المحل بتاعها وتقع على بيه بيتكلموا عن موضوع التنبؤ اللي حصل لها ده وانه غصبة عنها بتقدر تشوف حاجات من المستقبل بمجرد ما تمسك الظهور وبترجع فلاشباك وهي لما كانت لسه بتتعافة من الحادثة وهي قاعدة مع ستت الفرنسية اللي بتعرفها ان القدر اختارها تعيش من جديد من بعد اغمقها المدة كبيرة من الزمن وانه كل الدكات رياء كانوا بيقولوا انها خلاصة تف حياتها لكن ما فيش حد بيهرب من القدر وانه ده قدرها انها تعيش وتاخد فرصة تانية للحياة وتاني يوم بتكون في حفلة لبعض الشخصيات المهمة في المدينة ومديرة الحفلة بتوصل عاملين على انهم مايرتكبوش اي اخطاء في الشغل اللي لايدي علشان الحفلة تمر بسلام وبيكون المكان مليء بالورد والظهور تكريما للشخصيات المهمة دي وبنشوف واحد اسمه سون بيتكلم في الموبايل لكنه بيلاحظ ان فيه معجبين كتير كاتبين اسم تي على ورق وبيهتفوا باسمه فبيروح بسر لمنظمة الحفلة واللي بتكون بيه وبيقول لها انتي مش قلتي ان الفنان تاني هييجي النهاردة ليه جبتي تي كمان فبتقول له عادي علشان الحفلة تكون جميلة والناس تتبسط فبيقول لها انتي مش عارف هيحصل ايه لو روز قبل تي النهاردة انتي ناسية انها هي المسؤولة عن الظهور والورود اللي مالية المكان وده معناه انها هتكون حضرة لاحتفال فبتقول له انها عارفة وانها هي اللي رحت الشغل الحد عندها وطلبت منها الصفقة دي وانها تحضر كمان وبتقول له ما تقلقش انا قصدق معهم ببع وبتسمعهم واحدة من العاملين في المكان اسمها سيا وهم بيتكلموا وبتقرر انها تروح تعرفتين اللي بيحصل من وراء لكن بتشوفها مديرة الحفلة وبتقول لها رايحة فين فبتقول لها روح الحمام لكن المديرة بتقول لها انا عارفة ان في الاوقات اللي زي دي العاملين بيكونوا عايزين يهربوا من الشغل علشان يتصوروا ويشوفوا الفانيانين وبتمنعها انها تعدي وبتقول لها ارجعي تاني للصالة وبتكون روز واقفة قدام المريا بتجهز للحفلة لكنها بتشوف نفسها وهي بتجرأ فبتتوتر وبتقول لنفسها ان ما فيش حاجة هتحصل وان ده مجرد تفكير وتخيلات من دماغي وملوش علاقة بالتنبؤات علشان تهدي نفسها وبيكون تي داخل لقوته وبنعرف ان بي منظمة الحفلة حطهم هما الاتنين جنب قوة بعض علشان يتقابلوا لكن وروز خارجة وكانت خلاصها تقابل تي وشوفوش لكن صديقتها بتنادلها وبتقول لها فيه تمزق ففوستينك فبتدخل تاني روز وما بياخدش بالو منها تي وبتروح روز علشان تجيب فوستين تاني جديد وبتبدأ الحفلة وبيرحبوا الحضور بالفنان تي وبعدها بيشكروا المسؤولة عن منظر الحديقة الجميل ده اللي بتكون روز هي اللي عملته وساعتها روز وتي بيشوفوا بعض وبتروح روز تقف على المنصة جنب تي وما بيكونش تي طيقها لكن روز بترمي التحية عليه فبيتكلم تي وبيقول انا من رأي نخلي روز تقرأ تنبؤتنا ويختار بنفس الشخصيات اللي روز هتبدأ تشوف تنبؤاتهم علشان يكشف حقيقة كتبها والفابركة اللي هي بتعملها وبتبدأ روز وتقول علشان ابدأ في التنبؤات لازم الظهور الخاصة بي تكون في ايديهم فبيقول لها تي موافقين لكن ادينا ظهرك وكل واحد فينا هياخد ظهرة علشان ما تعرفش الظهور الخاصة بينا علشان يشوف مدى دقة تنبؤاتك فبتقول روز انها موافقة على التحدي وبتدلهم ظهرها وبيبدأ كل واحد ياخد ظهرة ويحطها في الكاس لكن تي بيروح ياخد ظهرة من كاس تاني وبيقطفها وبيحطها وبتدأ روز انها تاخد الظهور وتعرف صفات صاحبها وتتنبؤ بيهم وبتقول ان صاحبة الظهرة دي كانت بتعمل عملية جراحية قريب وان لسه في مشاكل في حالتها هتقابلها وان في صديقة قريبة منها بلاش تصق فيها علشان عايزة تأذيها وبتقدر روز تعرف مين هي صاحبة الظهرة وبتقول اسمها وبتكون لي وبنشوف صاحبة الظهرة وهي بتقف وبتقول لها كلامك اللي قلتي صح وبتمسك روز الظهرة التانية وتتنبئ بيها صح برضو وبتمسك كل الظهور وبتطلع صح والجميع بيندهشوا بيها لكن بتيجي في الظهرة المقطوفة بتاعتي وبتقول انا بتنبأ بظهوري الخاصة فقط لكن الظهرة دي من طاقم عمل تاني لكني هقدر اعرف مين صاحبها لانه شخص متمرد ومغرور وما بيحبش يتبع القوانين وشخص مصير للشفقة ووحيد رغم ان حوالين منه اشخاص كتير وبيبق الجمهور يعرف انها قصدها على تي ويتضيقوا فروز بتقول لهم ما تغضبوش لان في اخبار جيدة لان صاحب الظهرة دي مش هيكون وحيد تاني قريب وان حب حياته بدأ يظهر له وحياته هتتغير للافضل لكن المشكلة ان حب حياته صعب عليه وانه لو فضل معيها يمر بظروف صعبة وازمته ومشاكل هتوصل للدم لانها مش واحدة عادية فبيتضيق تي من كلامها وبيقوم يقول لها انت كدبة وكل كلامك مش حقيقي ومفيش حاجة من دي هتحصل فبيقرر واحد من الاشخاص الستة يمسكوا ظهورهم ويجمعوها وروز تقرأ الاحداث اللي هتحصل بينهم وبالفعل بيجمعوا الظهور وبتشوف روز كل حاجة هتحصل قدامها لكنها بتشوف نفسها وهي في علاقة حب معتي فبتتخض وتتفاجئ فبيسألوها مالك فبتقول لهم مفيش حاجة انا بس مش متعودة اشوف الاحداث كلها مرة واحدة كده وبتروح روز تستريح لكن بيجي لها تي ويزعق لها ويقول لها انت اللي بتعملي المشاكل للناس وبتوهميهم انك بتشوفي اللي هيحصل وانت اللي بترتبي كل حاجة علشان يصدقوا ان كلامك صح وبيخرج تي وبيروح وراه المساعد بتاعه وبيقول له انت ليه مش عايز تصدقها وانها تنبقتلك قبل كده انك هتتبنى طفلة واتخليها بنتك وحصل زي ما هي قالت وبيفتكر تي اللي حصل وبيتوتر لكنه بيكابر ويقول على روز انها واحدة دجالة وبيسيبهم ويمشي وبتروح واحدة اسمها شين لروز وبتقول لها انها كانت في الحفلة وانبهرت بيها وبتطلب منها تتنبق لها لكن روز بتقول لها تمام بس انا ما عدتش هتنبق تاني لحد ولازم ابطل الموضوع ده فبتقول لها تمام وبتقول لها روز انها شايفاها لبسة لبس جميل ورايحة المناسبة معينة وفي حد جايب لك هدية سلسلة من المس وشخص بيحضنك وانت فرحانة وممكن يكون حبيبك او اخوكي واما بتكون شين خارجة بتقابل لي صاحبة الزهرة الاولى وبنعرف انهم صحاب من زمان وبتقول لها لي انت بتعملي ايه هنا فبتقول لها شين ملكيش دعوة بالتحركات بتاعتي فبتقول لها لي خلتي روز تنبق لك فبتقول لها شين خلي الفضول يقتلك وبتسيبها وتمشي وبنعرف ان في حوارات واخناء ما بينهم فبتدخل لي لروز وتقول لها ما عطيش هتتنبق تاني يا خسارة حد يسيب الموهبة دي فروز بتقول لها ان التنبؤات على قد ما هي بتساعد بس بتدمر حياتي الشخص وبيفضل طول حياته خايف من بكرة وقعد بيحسب كل تفاصيل يومه وده غلط فانا مش عايزة اقزي حد واشغل باله بالتفكير فلازم ابطل ولو في اي حاجة مهمة اكيد مش هتأخر عن اني اساعد حد او انقص حد وتن يوم بتكون روز في حضانة اطفال يتامة وبتقول للمديرة انها عايزة تتبرع وتساعد الاطفال المحتاجين وبتقول لها هبقى جيلك تاني كل ما يكون معايا مبلغ زيادة وبتشكرها المديرة وبتكون روز ايمة بتغبط فصلة الازهر بالغلط وبتلمس الورد وبتشوف شخص في غيبة بيطارت حاجة فبتتخض وبتمشي وبنشوف شخص بمتساكل بيبان انه بيرائبها وبتروح روز لشجلها وبيروح وراها الشخص الغريب ده ومعجبين بيشوفوه وبيعرفوه وبيتصورو معاه وتي بيشوف روز وبتكون روز حاسة ان في حاجة غلط وان في شخص بيطارتها وعايز يقزيها وبتخاف وبتكون عايزة تهرب لكن روز ما بتلاقيش مكان تخرج منه وبيكون الشخص المقنع ماشي وراها بس الروز بتلف فجأة وبتصرخ لكنها بتلاقي تيف وشها وبتقول له هو انت فكرتك شخص تاني فبيقول لها ما تخافش مني انا مش هقتلك هنا وبيمشي وبتدايق روز منتي وبتمشي هي كمان وبنشوف الشخص المقنع وهو بيرائبها وبتكون روز في الطريق وبييجي الشخص المقنع بالمتساكل وبيرمي عليها صخرة لكنها بتعدي من جنب دماغ روز وبتخبط الإزاز تكسره وبتتفجئ روز وبتخاف وبتبلغ الشرطة وبييجوا يشوفوا الكاميرات وبتبدأ تحلل في الموضوع وبيسألوا روز لو عندها مشكلة مع حد او في حد بيهددها وبتكون روز محتارة مش عارفة ترد وبتيجي مكلمة لتي وبيرجع لروز وبنشوف خبر منتشر على النت ان تيل فنين المشهور حاول قتل روز اللي عرفة المشهورة مؤخرا بالتنبؤات وبيقول تيل روز انا لو عايز اقتلك كنت قتلتك من زمان وبطريقة سريعة مش هرمي عليك حتة حجرة في الشارع وبيهزق روز فبيكون سون قاعد مع روز وبيقوله خلي بالك من كلامك واحترم نفسك فبيعتذر تيل وبيقول انه ما عملش حاجة فبتقوم روز وبتقوله وانا ما قلتش حاجة وانا ما عرفش مين اللي نشر الخبر ده أصلا وبتقوله بس غريبة في نفس الوقت اللي هدتني فيه في الشغل يحصل لي كده في الشارع فبيحرف لها تي انه مالوش علاقة باللي حصل وانه اكيد في حاجة هنعرفها بعدين وبيقول لها انت عرفها ازاي ومش قادرة تتنبأي باللي هيحصل وبيروح تيل بيت وبيحكي الأم اللي حصل وبتقوله ممكن يكون روز بتعمل كده قصد علشان تكسب الشهرة فلازم ترقبها وبتفهم بنفسك ايه اللي بيحصل وتاني يوم في الشغل عند روز بيكون فيه واحد قاعد معها وبيكون تي بيرقبها وبتقوم روز وتي بيشوف الشخص ده وهو بيمسك سكين التقطيع الظهور وبيقوم ورا روز لكنه بيروح يديها لروز ويقول لها دي اللي بتدوري عليها وبتقوله ايوة وبنلاقي ان الشخص ده كان جالها قبل كده علشان تتنبأله بيحب روز وبيروحتي وراه وبنعرف انهم عارفين بعض والشخص ده كان صديقه واسمه كوال وبيتخنق معي وبيقوله انت لو قربت من رون تاني انا هأذيك وبيكون تي عايز ياخد كوال الشرطة لكنه بيزقه وبيضربه وبيوقعه على الارض ويقوله انا ما بقتش نفس الشخص اللي كان ضعيف وبيخاف منك من خمس سنين وبيركب عربيته ويمشي وتي بيكلم صديق ليه من الشرطة وبيقوله فاكر كوال اللي كنا سجنا قبل كده بتهمت السرقة في الشركة فبيقوله ايوا فاكره لكنه اختفى من خمس سنين وما حدش يعرف عنه حاجة فتي بيقوله انه ظهر النهاردة تاني وباين عليه انه بقى غني ولابس لبس شي ومعاه عربية فخمة وواضح انه راجع ينتقم وبنشوف روز وهي في شغلها وحد بيخطفها وروز بتسرخ وبتسمعهم العاملة وبيكون تي داخل لروز الشغل علشان يسألها كوال كان عايز منها ايه لكنه بيلاقي روز واقع على الارض وبتشوفهم العاملة وبتقوله بتعمل ايه وبتحاول العاملة تفوق روز وتفضل تبصلتي فبيقولها تي مش انا اللي عملت فيها كده انا دخلت لقيتها واقع واسأليها اول ما تصحى وبتبدأ روز تفوق وبتسألها العاملة ايه اللي حصل لك واول ما روز بتشوف تي بتقوله ايه اللي جابك هنا فبتسألها العاملة هو ده اللي حاول يخطفك فبتقول لها مش عارفة في حد حاولي خطرني كان لبس اسود زيه فبيضحك تي ويقول لها انه مش انا وهو كان هنا علشان اسألك على الشخص اللي كان عندك مش اكتر وانا اللي انقصتك والمفروض تشكريني وشوف الكاميرات بنفسك وبيسيبها ويمشي وبنشوف تي وهو بيتخانق مع اللي كان عايز يخطف روز وروز بتقول ممكن يكون تي عمل كده بالاتفاق مع الشخص ده علشان يطلع نفسه من شكوك الشخص اللي رمى علي الحجرة في الشارع وبالليل بتكون روز في الحديقة وبيجي لها واحد مقنع عايز يخطفها لكنها بتعافر منه وبيحاول يغرقها في حمام السباحة وبيكون ده نفس المشهد اللي كانت روز بتشوفه لنفسها وبييجي تي وينقذ روز وبيدخل عليهم سون وبيقوله انت بتعمل فيها ايه وبيروح يضربه والشرطة بتاخد تيت حقق معي وبيحكي لهم اللي حصل وانه مالوش زنب في اللي حصل لها والشرطة بتسأل روز عن اي حاجة لحظتها الايام السابقة قبل ما تحصل لها محاولات الخطف والتعدي دي فروز بتركز شوية وبتفتكر كل الاشخاص اللي كانوا في الحفلة وانهم كلهم كانوا خايفين من حاجة واحدة وسألوها لو فيه اي حد هيقذيهم الفترة الجاية فبتقول روز للشرطة تقريبا اللي بيحصل لي ده مش ليا الوحدي وان فيه اشخاص تانية خايفين من حاجة واحدة وبيشوف واحد اسمه فوها خبر في التلفزيون عن شخص صاحبه في الشغل مختفي من كام يوم وده على عكس طبيعته لانه منتزم جدا وعمره ما ساب الشغل وبتيجي زوجته تطمنه وتقوله ما فيش حاجة هتحصل ما تقلقش لكن بيبان على فوها القلق والتوتر وبتقرر روز انها تختفي عن الجميع علشان اللخبطة اللي بتحصل دي وبتروح تقابل صديقها سون وتتفق معاه على انها هتستخبى ومش عايزة حد يعرف عنها حاجة وبنشوف شين ولي وبنعرف انهم شغالين في مكان واحد تابع تصوير الاعمال الفنية بتاع تي وبنشوف تي وهو بيقول لشين شكلك حلو النهاردة وبيبان على ليه الغيرة من صديقتها وبتروح ليه لمكان شغل روز لكن العاملة اللي هناك بتقول لها انها مش موجودة واتطر التسافر فجأة وبتتفاجئ لين الخبر وبتتدايق وبيروح كواه برضو يسأل عن روز لكن العاملة برضو بتقوله مش موجودة فكواه بيكلم حد في التليفون وبيقوله انها مسافرة وبتكون روز ركبة اسانسير في فندق وفجأة بتدخل ليه وبتتفاجئ روز منها وليه بتقول لها ده احنا قلبين الدنيا عليكي وليه بتكلم حد في التليفون وبتقوله انها لقيتها خلاص واول ما الاسانسير بيفتح بتطلع بسرعة روز ما بتلحقش ليه تطلع وراها وبييجي تيل فندق وبيلمح كواه بيركب الاسانسير وبتروح روز تستخبف قوضة سون في الفندق وبييجي شخص مقنع وراها وروز بتفكره سون وبتكون متطمنة لكن فجأة الشخص المقنع بيتهجم عليها وبيحاول يقتلها وبتعافل روز منه وتي بيجري وراكواه ويدربه ويقوله انت بتعمل ايه هنا في الفندق وبيتهمه بانه هو اللي بيحاول قتله روز لكن تي بيسمع صرخات استغيثة وبيجري عليها وبيلاقي روز والشخص اللي بيحاول يقتلها وبيدفع عنها وبيهرب الشخص المقنع وبييجي سون وبيشوف تي لكن روز بتقوله اول مرة ان تي انقص حياتي وبتيجي الشرطة تحقق في الواقع وبتسأل كل شخص عن سبب وجوده في الفندق وبييجي صاحب الفندق وبنعرف انه كان من ضمن الشخصيات المهمة في الحفلة وبيبدأ كواه وبيقول انه ما كانش يعرف ان روز في الفندق اصلا وانه كلم العاملة في محل الظهور وسأل عن روز وقالت له انها مسافرة وتقدروا تكلموها وتسألوها وروز بتقول فعلا هي اتصلت بيا وقالت لي انك سألت وقالت لك مش موجودة فبيقول تي يعني عايز تفهمنا انك هنا بالصدفة انت اكيد كذاب فبيقوله طب وانت كنت بتعمل ايه هنا فالشرطي صاحب تي بيقوله انه هو اللي كلمنا بنفسه وهو اللي انقذ روز ازاي بتتهمه فكواه بيقول للشرطي انت واقف جنب صاحبك مش المفروض تكون الشرطة عدلة في جميع الاطراف فبيقول للشرطي اتمن لو صديقي مزنب انا اول واحد هزجينه وبتبدأ الشرطة تشوف الكاميرات وتعرف ان فيه مجرم متخفي هو اللي بيحاول اثل روز وبتكون روز عايزة تسفر لأهلها في فرنسا لكن تي بيقول لها انا عندي ليك مكان اقمن بكتير من بيت اهلك فبتسأله فين فبيقول لها في بيتي وبيتفاجئ الجميع من اللي بيقولوا تي لكنه بيقول انه واضح كدا ان المجرم ده بيطردها وشكله عايز يأذيها هي لسبب ما وانها لو بقت معي هيكون من السهل جدا اننا نكشفه ونعرف مين اللي له مصلحة بانك تموتي وكمان الشكوك اللي عليها هتتشال ساعتها وهيبقى الشرطة عرفت ان حد تاني بيعمل كده فروز بتقول موافقة بس بشرط انك تلمث الزهرة بتاعتي علشان اشوف النواية بتاعتك فبيوافق تي وبيمسك الزهرة مع روز وبتشوف روز انها ترتبط بتي وهيتجوزه وانها تتعرض لمحاولات قتل كتير وهي معي لكنها بتطمن بوجودها مع تي لانها عرفت انه الشخص الوحيد اللي ممكن يضحي بنفسه علشان يحميها وبتقرر انها تعيش معاه وبييجي المساعد بتاعتي في الشغل وبيقوله لو اللي بيحاولوا يؤذره زي عرفوا انها عايشة معي احتمال كبير قوي تموت بسببها فبيقوله تي محب لبعض عداوة وانا مستعدة دافع عنها وده من باب الاخلاق والرجولة وبنشوف كواه مع صاحب الفندق وهو بيقوله اللي حصل ده معناه ان فيه ناس تانية بتحاول قتل روز واننا مش الاشخاص الوحيدة اللي بتحاول تتخلص منها وده في مصلحتنا اننا بلاش نتدخر وانسيبهم هم يخلصوا عليها وبيكون ثون بيراجع الكاميرات بدقة وبيكلم روز وبيقول لها انا لاحظت ان كان فيه كذا شخص من اللي كانوا في الحفلة في الفندق لكن الغريب انهم ما دخلوش وفضلوا واقفين برا واول ما محاولة القتل فشلت ركبوا العربية ومشيوا فبتقوله روز انها افتكرت انها شايفت ليه في الأسانسير وكانت بتقول انها بتدور عليها وكلمت حد في التليفون وقالت انها لقيتني وكانت الشخص الوحيد ساعتها اللي عارف ما كاني في الفندق وبييجي تيه وبيوري روز صورة الشخص اللي كان ركب موتوسيكل ورمى الحجارة عليها وكان لبس الجاكت ده وانه لاحظ ان في الشغل الجاكت ده مش موجود ضمن الملابس وان ليه هي المسؤولة عن الملابس في التصوير والمفروض الجاكت ده كان هناك لكن روز بتقوله بس الجاكت ده موضة وممكن يكون مجرد تشابه مش اكتر وما فيش اثبات على الكلام ده وبتروح روز ليه وبتقولها انها لما مسكت وردتها في الحفلة شافت حقيقتها وانها بقت عارفة انها رامت امها في الشارع ومستعرية منها لانها ستة بسيطة وغلبينة وفقيرة وانها عايزة تعيش في دور الشهرة والمال وان امها تنتحر بسببها وبنشوف ليه وهي بتعيد بسبب كلام روز اللي جرحها وبتكون دروز بلاغت طاقم العمل بالموضوع وراحت معتيه ناحية الكبر اللي هتنتحر فيه والدت ليه وبينقذوها وبتيجي ليه تتوسل لامها تسمح علشان اختارت الشهرة والمال واستعرت منها وامها بتسمح وبعدين بتحكي لهم ليه عن انها كدبت على كل الموجودين وانها متولدتش نجمة ومن عائلة غنية ولا حاجة زي ما كانت مفاهماهم وانها عملت كده علشان بس تاخد فرصة في مجال الفن وتحقق حلمها وبيكون كواه ماشي بالعربية وبيشوف روز وتي وهم نازلين من العربية قدامه مع بعض وبيفهم ان فيه حاجة بقت بينهم وبنشوف سيدة من اللي كانوا في الحفلة وبتشوف خبر ليه اللي امتشر في التلفزيون وبتكون السيدة يانجة القانة لخبرهم في يوم ينتشر كده زي ليه وبتقول لابنها ان روز اكيد عارفة سرنا الحقيقي ولازم نخلص منها علشان ممكن تفضحنا زي ما فضحت ليه وبنعرف ان كل شخصية مهمة من اللي كانوا في الحفلة عايزين يخلصوا من روز بسبب انها عندها القدرة انها تعرف حقيقتهم وبتسبب خطر عليهم علشان كده كذا شخص بيحاول التخلص منها علشان خايف على نفسه وبيروح كوال روز شغلها في محل الظهور وبيقول لها انه عايز نوع نباتات حلو وبيكون بيحاول يشوف لو روز عارفة عنه سر ومخبية ولا ايه لكن بيجي سون وبياخد روز وبيمشي وبيحكي تيل امه اللي روز شافته وانها انقذت ست كانت هتنتحر وان شكل تنبؤتها طلعت حقيقية ومش كدبة زي ما كان متوقع وبيقول لها انه خلاص هيبقى مصدقها ويسمع كلامها في اللي هتقوله ومش هيعاند معها بعد كده وبتكون روز قعدة مع سون وتيو وبيحاولوا يحللوا الكاميرات لكن بتيجي مكالمة روز من ابن السيدة يانج اللي كانت في الحفلة وبيطلب منها انها تحضر عيد ميلاد بنته الاخير لانها مصابة بسرطان وهتموت وعايزها تيجي يمكن تتنبأ بحاجة مفيدة نقدر نساعدها بيها وبتطلب روز منه العنوين علشان هتيجي وبنعرف انه بيجذب عليها ومتفق مع امه وبيفكروا انهم يحطوا لها سم في الاكلة او المياه لما تيجي تزرهم ويبقوا خلصوا منها بدون قلق وبنعرف ان زوج السيدة يانج شغال لوقف الداخلية وان من ساعة الحفلة ويانج وابنها بيحاول يتخلصوا من روز وان ابنها كان هو الشخص اللي بيطردها في الشغل وجهتي وانقاذها وبيقول لها جزها انا عارف انك على علاقة بصاحب الفندق وان انت في الفترة الاخيرة مش مظبوطة وشاكلي فيه حاجة مخبيها علي وان فيه حاجة بتحاول تمنعيها من اني اعرفها لكني هكتشفها فيه من الايام وهطلقك ساعتها وبنعرف انه شاكك فيها لتكون بتخونه لكن السيدة يانج بتقوله ان انت اللي بتخوني وانك عمرك محبتني وشكرا على كل كلامك اللي قلتهولي ده وانك فيه من الايام هتعرف الحقيقة زي ما انت بتقول وهتعرف انا بخبي ايه يا سيدة الليوة وبيكونتي في تصوير مشهد معاشين وبتيجي مكلمة لصديقتي وبيقول لتي ان روز اتخطفت وبنشوف السيدة يانج وابنها هم اللي خطفنها وبتقول لهم روز عايزين مني ايه وبيروحوا ناحية معبد وبيروحتي للشرطة وياخد رسومات كانت روز رسمها من تنبؤتها اللي كانت بتشوفها وبيسلمها للشرطة ويقول لهم انها قالتلي ان المعبد ده فيه سر وان احنا لو روحنا المكان واكيد هنلاقي خيوط كتير توصلنا للي بيحصل وبنشوف السيدة يانج وهي رايحة المكان قبر بنت وبتقول لها سامحيني وبتاخد روز وتسألها انت عارفة ايه عني لكنها بتقول لها سدقيني كل اللي شفته عنك قلتهولك لكن الست ما بتكونش متطمنة وبتخلي ابنها يحبسها في المعبد وبتقول له اوعى تخرج من هنا علشان دي اخر فرصة لنا وان ابوك هيعرف حقيقة اللي عملنا من 20 سنة وبتكون روز سامعيهم وبتسأل نفسها وبنعرف انها فعلا مش عارفة حاجة وبتبقى خايفة لا يقتلوها وبيكون تيوي الشرطة بيبحثوا عن المعبد اللي روز رسميه علشان يوصلوا لها وينقذوها من اللي خطفوها واخيرا بيلقوا وبيدخلوا ويشوفوا صورة البنت اللي يونجا قالت لها سامحيني لما دخلت وبيسألوا مين دي وليه محطوطة هنا وبتكون روز عمالة تدور على اي حاجة تعرفها السر اللي خايفة منه يونج علشان كده حبساها وبتشوف صورة بنت وبتعرف انها اختها وكانت متجوزة من شخص مهم في السياسة من 20 سنة وبتفتكر كلمتها وهي بتقول عينة 20 سنة في حياتها وبتفتكر لما كانت في الحفلة وبتقرأ التنبؤات بتاعتها وبتعرف انها كانت مخلصة جدا في الحب وانه ممكن يخليها تعمل اي حاجة لمجرد انها تكون مع الشخص اللي بتحبه وقلبها اختاره فبتشك ان يونج ممكن تكون قزة اختها وبييجي ابنها علشان يدخل لها الاكل لكن روز بتستخبه وبتضربه اول ما بيدخل وبتحاول تهرب لكن بتجري وراها يونجا وتهددها بمسدس وتمسكها تاني وبتيجي الشرطة وبيشوفه البد مضروب وبينزف وبيعرفوا ان روز كانت هنا وبتحاول تهرب لكنهم بينكروا وجودها وبيسمعوا صوت ضرب نار وبنلاقي ان جزء يونجا جيه وبيشوفها وهي عايزة تقتل روز وبتحكي الجزء على الحقيقة وبتقولوا انها من عشرين سنة عرفت ان اختها بتحبك وكانت عايزة تتجوزك وانا كنت بحبك قبلها فقتلتها علشان ما تسرقش مني وبتكون يونجا عايزة تنتحر علشان خايفها لا تتسجن وجزء هيسيبها من اللي عملته لكنهم بينقذوها وبيقولولها الطميني مش هيحصل لك حاجة خلاص والموضوع ده فات عليه سنين وبيكون تي قاعد مع صاحبه وبنلاقي شين جياله وبتقوله انا ملاحظة انك الفترة دي بقت بتقضي وقت كبير مع روز وهو في حاجة بينك وبينها فبيقولها انها بنت لطيفة وجميلة وانا بحاول اقف جنبها واحميها من اللي عايزين يقزوها فبيباني على شين الغيرة وبتقوله تمام اشوفك في التصوير بكرة وبتمشي وبتيجي مكلمة لتيه من صديقه الشرطي وبيقوله في اخبار جديدة عن اللي بيحصل لروز وبيقوم يروح وبنعرف ان يونجا هتتحبس مدة على عقوبة انها خطفت روز وكانت هتقتلها كذا مرة وبيحققوا مع ابنها وبيعترف وبيقولهم انه صحيح حاول خطف والتخلص من روز كذا مرة لكنه لقى انه مش لوحده وان في ناس تانية بتحاول تقذي روز خلي بالكم لان الموضوع لسه مخلصش وبتكون روز في شغلها وبنشوف شين ركبة عربية وبترائبها وبتكون روز مشية وتيه بيكلمها لكنها بتلاقي واحد بيهددها بالسلاح وبيطلع كوال لبعته وبيكون عايز يدفن روز وهي صحية وبيروح بسرعة تيه مع صديق الشرطي المكان روز وبينقذوها وبيطلعها تيه من الرمل وبيحضنها وبيكون تيه مع روز ونزليه من العربية وبيحس تيه ان في شخص بيرائبهم وبيشيل الكاب من عليه وبيلبسه الروز وفجأة بيظهر الشخص وبيتهجم عليهم وبيتخانق تيه معاه وبيتجرح الشخص ده وبيسيب ويهرب وبنعرف ان اللي تهجم عليهم كان شين وبنعرف انها بتحب تيه وبتغير عليه وبيكون تيه عنده تصوير مع شين وبتكون روز بتتفرج وبتلاقي ان نفس الحركات اللي بتعملها شين في التصوير هي نفس الشخص اللي كان بيتخانق مع تيه وكمان بيلحظوا ان ادراعها بيوجعها فبتشك انها هي اللي كانت بتتهجم عليها مبارح بالليل وبيكون تي بيرائب فوه وبيروح وراء لحد المطعم وبيشوفه بيقابل مين وبتكون روز قاعدة في العربية مستنية تي وبتشوف كوه بيتكلم جنبها في التليفون فبتستخبى منه بسرعة لكن دماغها بتغبط في البيب وبيلاحظ كوه ان في حد في عربية تي وبيطلع مسدسه لكن بييجي تي بسرعة ومعاهي الامر وبيقوله انت جننت بتعمل ايه فبيقوله انت فاكر انك هتقدر تسجيني تاني وبيركب تي العربية وبيقول روز هو شافك وبتقوله لا هي استخبت بسرعة لكنها خبطت في الباب بالغلط فبيقولها تي لو كان شافك كانت هتبقى مشكلة لانه ساعتها هيفضل يرائبني على طول علشان يوصلك وبالليل تي بيخرج مع روز وبيقض وقت ممتع مع بعض وبيتصوروا سيلفي سواه وبيشوفهم شخص مقنع وبتكون روز نايمة في شاقتها وتي عمال يفكر في روز وفجأة بيدخل شخص مقنع على روز وبيحاول يقتلها وبيسمعها تي وبييجي بسرعة ينقذها وبيهربوا منه وبينزلوا الشارع بيلاقوا شخص مقنع تاني وبيخلي روز تروح تجيب الموتسكل بتاعه وهو هيعطله معبال ما ترجع وبيفضل يتخانق معاهم لحد ما تيجي روز وبيركب معاها وبيجروا وبنشوف شين وهي بتكلم فواه وبتقوله أنا خايفة روز تكشف سرنا وتعرف ان أنا وانت اللي بنحاول قتلها وتعرف حقيقة شغلك وتنتهي علاقتنا وبنعرف ان شين وفواه وراهم أسرار خايفين روز تكشفها في يوم من الأيام بسبب قدرة التنبؤات بتاعتها وبياخد تي روز لبيت أمه وبتشوف روز صورة بنت جنب تي وأمه وبتلاحظ روز حاجة انها نفس البنت اللي كانت بتشوفها محبوسة في مكان في تنبؤاتها وبييجي تي وبيقول لها مالك فبتقوله البنت دي أنا شفتها قبل كده وتقريبا كده مخطوفة في مكان فبيتفجي تي وبيقول لها فين احنا قلبين عليها الدنيا من زمان فبتقوله روز على مكانها وبيروح تي والشرطي صاحبه للمكان بسرعة وبنعرف ان دي رون وتبقى أخت تي اللي كان بيتخانق مع كواب سببها علشان يبعد عن أخته لانه مش عايز يخليها تتجوزه لانه شخص مش كويس وصفاته شريرة وكان بيعمل أعمال مجبوهة في الماضي وبنشوف شين وهي على علاقة بفواه وبتكون نبوء تروز بدأت تتحقق زي ما قرت لها في الحفلة انها هتعرف شخصة غني هيغير لها حياتها وهيجب لها هدية وهينقلها نقلة تانية وبيروحوا يجي ورون أخيرا تعيش معاهم بعد اختفاءها الطويل وبيعرفوا ان كواب اللي كان واخدها تعيش معاها علشان بيحبوا بعض وتي ما كانش موفق يخليهم يتجوزوا وكمان علشان بينتقم من تي لانه سجنوا وكان بيزلوا في الماضي بالأعمال بتاعته اللي كان بيعملها وانه عمرهم ما كانوا بيحبوا بعض في الشغل وبتكون روز بتنظف الظهور وبتشوف فوا بيكلم شين في التليفون وبيتقابله معا انه متجوز وبتسمعهم وهو بيتخانق معاها علشان جت هنا وزوجته هتكون موجودة وهتعمله في ضيحة وبتكون شين بتقوله انت هتتجوزني امتى زي ما وعدتني وبيقول لها فوا مش وقته بلاش الحركات دي دلوقتي وبتكون روز بتصورهم وبيكون كوا جاي البيت عند تي لكنه بيشوف رونه بينزل وبيكون عايز يخطفها تاني لكن الشرطي صاحب تي بيكون جاي له وبيشوف عربيت كوا وبيلحق رونه بيهرب كوا وبيروح تي يدرب كوا علشان خطف اخته وكان متجوزها غصب عنهم من وراهم وعشان كده الشرطة مش قادرة تسجن كوا لان ما فيش زوج بيخطف مراته وبيروح كوا عند شريكة صاحب الفندق وبيلاقيه خاطف بنته صغيرة عندها 17 سنة من الملجأ اللي روز بتتبرع فيه وبنعرف ان ده شغلهم الشمال اللي خايفين يتكشفوا منه وهو المتجرف الأطفال اليتامة وبتبدأ روز تحلل الأحداث معتيه وتجمع التنبؤات اللي شافتها وبتقول ان فيه علاقة بين شين وفوا وصاحب الفندق وكوا وان فيه شغل غامض بينهم بيحصل وبتروح روز معتيه ترائب شين وبتشوفها وهي بتحضن فوا وبتكون نفس النبوء اللي شافتها في الحفلة لكن بتقول شين لفوا انك لو ما تخلصتش من مراتك وتجوزنا انا هفضحك وبتهدد فوا وبيكون فوا هيقتلها لكن تي بيوقع وزة ظهور بالغلط وبيسمعوهم وبيهربوا وبيجروا وراهم وبيكون صاحب الفندق بيدرب كوا علشان الطفلة اللي معاهي هربت منه ورحت له الشرطة وبيقوله تخيل لو قدرت تعترف علينا دلوقتي هيحصل لنا ايه وبيقوله احنا لو اتكشفنا انا هقتلك قبل ما تسجن وبتكون روز وتي رايحين ينقذوا شين علشان فوا مش هيسيبها عايشة بعد ما هددته بالفضيحة وبتكون شين ركب عربيتها وواحد بيطردها بموت سيكل وبيضرب عليها نار وبتعمل شين حادثة وبتموت وبنعرف ان الشخص اللي طردها كان فوا وبنشوف فوا وبيكون بيقابل شخصه معاه بنته وفجأة حد بيدرب عليه نار وبيكون كوا لكن الطلقة بتيجي في بنته وبتموت وبيعرف الراجل انهم عايزين يقتلوا وبيحاول يهرب لكن فوا بيطردوا في الغيبة وبيقتلوا وبيكون ده نفس الشخص اللي الخبر بتاعه انتشر في التلفزيون عن العامل اللي عمره ما غاب من الشغل وفجأة ما ظهرش تاني وبنعرف ان عشان كده كان فوا قلقان ومتوتر اول ما شاف الخبر وبتكون دي نفس نبوءة روز انها شافت حد بيطارد شخص في غيبة وبيموت وبتيجي روز لملجأ الاطفال وبيشوفها فوا وبيكون مقلق منها تكشفه في يوم من الايام وبيفكر في طريقة يتخلص منها وبيكون فوا عمالي رائبها وهي معتي ومع الشرطي صديقه وبتحكي لهم عن التفاصيل اللي هي لحظتها وبيكون فوا خايف ومستني الوقت المناسب علشان يقتلها وبتيجي الشرطة تحقق معاه بناءا على انه كان على علاقة بشين قبل ما تموت مع انه متجوز فبيقول فوا للشرطة انه كان بتربطه علاقة عمل بشين مش اكتر لانها فنينة وانا كنت بستخدمها في حملات اعلان لملجأ الايتام بتاعي وانا بحب زوجتي وعمري مخونتها وانه انتو ما عندكوش دليل على كلامك ده علشان تتهموني بيه وبيروح فوا لكوا وبيقوله احنا لازم نخطف الطفلة اللي تيمت بنيها في بيته علشان نساومه يدينا روز مقابل انه ينقص حياة الطفلة لان الوضع بقى خطر علينا والشرطة مركزة معينا بسبب تنبؤات روز علينا وبتكون روز في شغلها ومسكة ظهور وفجأة بتتنبأ بعملية اختطاف الطفلة وبتجري بسرعة علشان تبلغ تي وفي نفس الوقت بنشوف الطفلة وهي مع رون اختتي وبتكون الطفلة بتلعب وبتجري ورا عامل البلونيت علشان تجيب بلالين لكن ما بيكونش معاها فلوس كفاية فبيجي كوا ويقولها خدي البلالينة هي وبيخدها ويمشي وبتكون رون بتدور عليها علشان اتأخرت وبتلاحظ الطفلة انها في خطر وبيخطفها كوا بسرعة وبيرن على تي وبيقوله سلمني روز وهسلمك الطفلة والشرطة صديقه بيقوله انا هعمل تتبع للخط بتاعه ومتقلقش هنجيبه وبعدين رون بتعترف للشرطة انها لما تجوزت كوا لما خطفها غصب عنها من اهلها خليف الطفلة وسبتها في ملجأ وانها كانت صاحبة القرار انها تخلي اخوها يتبنى الطفلة دي في بيتهم علشان دي بنتي انا وكوا فبيتفاجئ الجميع وبيكلمتي كوا وبيقوله انت خاطف بنتك وبيفهمه اللي حصل فبيقوله طب كويس دي مصلحة علشان الشرطة مش هتقبض علي وانا كده في السليم ولازم تسلمني روز في اسرع وقت وبيكون الشرطة حددت مكانه وبيروحوا لموقعه وبيحصل اشتباك بينهم وضرب نار قوي على كوا وبيكون كوا من الخوف بيحارب الشرطة وبيحط نفسه فرطة كبيرة وبيظهر شخص مقنع وبيكون هيئة الروز لكن بينقذها تي والرصاصة بتيجي بفرد من العصابة ويبدأوا يشتبكوا مع الشرطة وبييجي كوا وبيصاوب السلح نحيط روز وبيقول لتي لو اتحركت من مكانك هقتلها وبياخدها وبيكون عايز يهرب لكن بيدربوا علي نار وبيوقعوه وبيمسكو تي والشرطة بتيجي تاغد وبنشوف ان الشخص المقنع اللي كان هيئة الروز كان فواه وبيغير يدومه ويرجع بيته من الباب الخلفي وكأنه ولا خرج منه أصلا علشان يبعد الشبهات عنه وبيكون كوا في مستشفى الشرطة وبييجي شخص وبنعرف انه عايز يقتله علشان ما يعترفش على باقي الأفراد لكن بيقدر كواه يفلت من الشخص ده ويقتله هو وبيدخل محقق من الشرطة على صدر بالنار فبيضربوا كواه وبياخد منه مفاتيح الكلب شد ويهرب لكنه بيروح يشوف بنته ويعتذر لها على العمل معيها وانه ما كانش يعرف وبيقول لها انه بيحبها قوي هي وامها رون لكن العقبات اللي واجهها هي السبب في مصير حياته وبيقول لها لما تكبرها تفهمي كلامي وبيمشي لكن الطفلة بتنادي عليه وبتقول له بحبك يا أبي وبتودعه في مشهد مؤسر وبيبكي كواه وبيلوح كواه لصاحب الفندق علشان يقتله لانه بيكون هو اللي بعاتله واحد يقتله في المستشفى علشان ما يعترفش عليه وبدحصل بينهم خناقة قوية بتنتهي بان الاثنين بيقتله بعض في الآخر وبيبدأ الوضع يهدى شوية عند تي وروز بعد موت صاحب الفندق وكواه لكن تي بيعلم روز ضرب النار علشان نزل في خطر على حياتها ولازم يستعدوا لجميع الظروف وبيكون في مؤتمر صحفي لفواه مع زوجته وبيكون تي بيحضر ومعاشن على كرسي متحرك وبنعرف انها مماتتش من الحادثة وكانت بتتعافى في المستشفى واول ما بيشوفها فواه بيتخض وبيترعب وبيتوتر وبتبدأ شين تتكلم عن اللي حصل لها وبتقول انها لما عملت الحادثة ما نسيتش حاجة طول الفترة دي وانها فاكرة كل حاجة بالتفصيل وان كان فيه حد بيحاول يقتلني وانها كانت مرتبطة وعشيقة لفواه وكان وعيدني انه هيطلق مراته ويتجوزها لكنه كان بيجذب علي وعلى مراته وانه شريك فخط في الأطفال اليتامة من الملجأ وبيعهم للنسب مقابل مادي وبيبدأ فواه يدخل في نوبة صرع وخوف ويقول الكلام ده كله كدب محدش يصدقها وبتكون الصحافة كلها بتصور اللي بيحصل لكن شين بتكمل وبتقول دي مش كل حاجة ده كمان هو من ضمن الأشخاص اللي كان بيحاول يقتل روز علشان ما تفضحش أمره بسبب تنبؤاتها وكان بيستخدمني في بعض المحاولات علشان اقتلها بنفسي بدفع الحب والتضحية وبتيجي الشرطة علشان تقبض عليه لكن فواه بيطلع سلاحه وبيهدد انه هيقتل مراته لو حد قرب له وبيخدها رهينة ويهرب من المكان بسرعة وبتشوف روز نبوقة ان فواه هيدرب نار على تي وبيكون تي مع الشرطة بيجروا ورا فواه وبيكون فواه متجه ناحية البيت اللي قاعدة فيه روز علشان يقتلها لانها السبب في كل اللي بيحصل بسبب تنبؤاتها من يوم الحفلة واول ما بيوصل بتكون روز معاها سلاحه وبتهدده بالقتل بتتصل بسرعة بتي لكن بيتهجم عليها فواه وبيكون هيقتلها لكن بيوصل تي وبيرفع صلاحه ناحية فواه فبياخد فواه روز كحماية وبيقوله انا هقتلها قبل ما موت لان انا كده كده خلاص انتهيت وما عنديش حاجة خسرها لكن تي علشان بيعرف يضرب نار بيصوب على فواه وبيضرب عليه لكنه بيقوم وبتبدأ عركة بينهم وبتشوف روز التنبؤ وبتعرف ان ده نفس اللي هيحصل وانه فواه هيقتل تي وبيكون فعلا هيقتله فبتحاول روز تغير القدر وبتجري بسرعة روز وتاخد الطلقة ما كانتي وبتقع وبيقوم فواه وبيكون عايز يكمل عليها ويقتل تي معاها لكن بتكون الشرطة وصلت وبتديله طلقة في دماغه وبيموت وبياخدوا بسرعة روز على المستشفى وبيفضل تي قاعد جنبها ومش عايز يسيبها وبتعدي ثلاث أسابيع على روز وهي فقدة الوعي في المستشفى وبيكون تي جنبها وما بيسيبهاش وبتشوف روز نفسها وهي في ممر في حديقة مليانة ظهور وبتيجي نفس السيدة اللي كانت شافتها في أول المسلسل وقالت لها ان القدر اختارها تبقى موهوبة بالتنبؤ وبتكون روز بتاعتزل لها لأنها قسرت قوانين التنبؤ وغيرت القدر واخدت الطلقة مكان تي فبتقول لها السيدة انك عملت اللي المفروض يتعامل وقمت بالواجب بتاعك وانك خلاص مش هتواجه صعبات تاني في حياتك فبتسألها روز يعني أنا خلاص هموت وبنشوف روز بتدت تتحرك وبتتخني وبيشوف تي السيدة الغريبة دي وهي مسكة وردة سودة وبيقول لها ليه جايبة وردة سودة فبتقول لتي انها رمز للحب الأبدي وبتدهاله وبتقوله انها ليك انت وبياخدتي الوردة وفجأة بيلاقي السيدة اختفت وبيشوف تي الممردين وهم بيجروا نحية قودة روز وبتكون السيدة بتدي نفس الوردة السودة الروز وبتقول لها فاكرة الوردة دي اللي بديتهالك زمان ومن بعدها وحياتك اتغيرت وبقيت تشوفي القدر وتتنبأي للوقت بقى في شخص تاني قدر وتغير وهيقدر يشوف القدر زيك لانك أنقصتي من الموت وبتقول لها انكم هتعيشوا حياة سعيدة مع بعض لما تكون انتو الاتنين بتتنبأوا بالقدر ودي هديتك علشان قمتي بالعمل الصحيح وحاولتي تعملي الخير وتحمي الناس وبتاخد روز الوردة السودة منها وبيكونتي جنبها ومع الوردة السودة اللي خدها من السيدة وبتفوق روز أخيرا وبيفرحتي وبيعيشتي مع روز حياة هادية وسعيدة وبيتمتعوا بنعمة الحب والتنبؤ مع بعض وبينتهي المسلسل على كده نشوفكم بقى في ملخص جديد سلام